سيد سعيد حريك في التحليل الخاص بالهلال السوداني أمام سانداونز قلت أنه كان دفاعه ضعف هجومه ضعف الهجوم طيب إحنا منتكلم في موسيماني بيلعب دايما بخطة هي 3-4-3 شايف أن 3-4-3 هتنجح مع فريق بيعتمد في المقام الأول على الهجوم والهجمات المرتدة؟ بس مبدئيا عايز أقول أن 3-4-3 مع موسيماني في هذا التوقيت هي غير قبلة للتغيير أو للتبدال بس أنا لبقى تكلم هنا أنا عارف لو دايما ثابت عليها بس الفكرة أنه عندك غيابات كتيرة أوي في الفريق حاليا علينا الأهل استعادت كل قوة ولكن أنا قلينا أتكلم معاك في نقطة هل هي تناسب هذه المباراة ولا أنت كنت من المفرد أن أنت تغير بعض الشكل أنا بشوف أن هذه المباراة أو المباراة الصعبة كل المباراة اللي بتتعالى خارج أرضك خاصة أمام خصوم من العقواء دي أنسب خطة للأهل يعني يمكن أنا شخصيا بختلف مع بيستر بيتسو مسلماني كتير جدا في هذه الطريقة أمام الأندية المتكتلة اللي بتتراصف التلت الأخير بعدد كبير فأنت بتحتاج تزود عدد مهيومين لك لكن قدام خصم أساس أنه هو بيحاول يضغطك فأنت بالتالي مطالب بتحقيق هذا التوازل الطريقة المارنة اللي بتتحول لتلاتة أربعة تلاتة هجوميا وخمسة مدافعين في الحالة الدفاعية بعودة علي معلول ومحمد هني في الجاهة اليومنا فبالتالي هي الطريقة مناسبة جدا وهي فصلت أو يعني اتعاملت خصيصا لمثل هذه المواجهات للمواجهات الصعبة المواجهات اللي خارج الديار للأدوار المتقدمة كمان الوداد المغربي وسانداونز زي ما شفنا في السنوات اللي فاتت الخطة دي مناسبة جدا مناسبة جدا لمواجهات اليوم لكن الأدوار بقى اللاعبين لأنه النهاردة فيه ممكن بعض هنشوف حاجات جديدة النهاردة هنشوف أفشة في مركز جديد لأول مرة هنشوف النهاردة أفشة جناح أيمن في تشكيلة النادي الأهلي لأن خلاص موسيماني استقر على أحمد عبدالقادر اللي أحراجه جدا جدا في قاس العالم الأندية قدم أداء رقع في مركز الجناح الأيصر اللي كان بيشغله أفشة في الخطة اللي استقرع عليها فترة أخيرة فبالتالي نهاردة هنشوف أفشة ممكن جيمفين كروش هيئنا في الفكرة اللي احنا نشوف اللعبة في مراكز مختلفة فخلاص ما بقتش مفاجأة بالنسبة لنا صحيح صحيح احنا حاليا فكرة اللعب المرن القادر على القيام بأكتر من دور وأنه يلعب في أكتر من مركز دي حاجة خلاص العالم كله انتهاجها في الفترات الأخيرة فأعتقد أنها حاجة ينازم نكون مستوعبينها ولعبتنا يكون جاهزين لده طول الوقت لكن مجد أفشة بالتحديد لأن عليه حال جدل مصار